موسيقى مساء الخير صعب للمتابع للشؤون السعودية أن يفهم بوضوح كثير من سياساتها الخارجية والداخلية في الأسابيع والشهور القليلة الماضية بعيداً عما يجري من تطورات على الساحة الأمريكية قرارات وسياسات سعودية زي إيه؟ زي إتمام المصالحة مع قطر زي قرارها المفاجئ بخفض مليون برميل من إنتاجها اليومي من النفط خلال شهرين فبراير ومارس المقبلين الحقيقة في القلب وأحد دوافع السعودية لاتخاذ هذه السياسات هو صعود السيد بايدن إلى البيت الأبيض بايدن اختص عدد محدود من دول العالم بهجوم مستمر طوال حملته الانتخابية وكانت المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول إذا حبينا نتعرف على موقف بايدن من السعودية وإذا حبينا نتعرف على حقيقة نواياه من المملكة يمكنني أن أحيلكم إلى ما كتبه بايدن يوم 2 أكتوبر 2020 الماضي على صفحته يوم 2 أكتوبر ده ذكرى مقتل السيد جمال خاشقجي الصحفي السعودي الذي قتله عملاء سعوديون في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا في هذا اليوم ورغم المشاغل الكثيرة جدا للمرشح الرئاسي جو بايدن لكنه وجد الوقت الكافي ليحيي هذه الذكرى وفي هذا اليوم كتب تحديدا 196 كلمة منهم أكثر من 100 كلمة بيذكر الناس بالطريق البشع التي قتل بها جمال خاشقجي وقال أن جريمته الوحيدة هو أنه كان يعارض سياسة حكومة بلاده ثم في 86 كلمة أوضح موقفه والسياسات التي سوف يتبعها إن نجح ووصل للبيت الأبيض وقال إيه؟ قال التالي في ظل إدارة بايدن هاريس سنعيد تقييم علاقتنا بالمملكة سننهي دعم الولايات المتحدة لحرب المملكة العربية السعودية في اليمن سوف نتأكد من أن أمريكا لن تترك قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط أي باب؟ الباب السعودي سيكون التزام أمريكا بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أولوية حتى مع أقرب شركائنا الأمنيين سأدافع عن حق النشطاء والمعارضة السياسية والصحفيين حول العالم في التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الإضطهاد والعنف لن يذهب موت جمال عبثا ونحن مدينون لذكرى بالقتال من أجل عالم أكثر عدلا وأكثر حرية بايدن عبر عن مواقفه السلبية في أكثر من موقف خلال حملته الانتخابية لكن الحقيقة أن مواقفه السلبية بتسبق ترشحه هذه المرة للانتخابات الأمريكية وبتسبق موت أو مقتل السيد جمال خاشقجي صحيفتها أرتس الإسرائيلية وبعد فوس جو بايدن بالرئاسة نشرت وثيقة قديمة بتعود إلى فبراير 1986 في هذا العام كان السيناتور جو بايدن أعرب عن رغبته للترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت سوف تجري بعد ذلك بعامين وتحديدا في سنة 1988 وهو طبعا ترشح ثم انسحب لأسباب يعني طول شرحها إنما باختصار شديد في 1986 السفارة الإسرائيلية التي كانت حريصة على توثيق علاقتها بأي سياسي من المحتمل أن يشغل منصبا مهما سواء في البيت الأبيض أو خارج البيت الأبيض ولذلك سعى السفير الإسرائيلي لمقابلة المرشح وقتها للرئاسة جو بايدن وكتبين كده في محضر الاجتماع أن السفارة الإسرائيلية لم تكن تتوقع أو تعتقد أن هناك حضوظا كبيرة لفوز جو بايدن للرئاسة ولكن احنا كنا حريصين على توثيق علاقتنا به لأن علاقتنا به لم تكن قوية بالقدر الكافي في محضر الاجتماع الذي كتب على ثلاث صفحات جو بايدن بيقول شعر في إسرائيل وبيعبر عن حماسه الشديد جدا لدعم إسرائيل أكثر من أي رئيس سبقه وبيقول أن إسرائيل يجب أن تحظى بالأولوية الأولى في أي قرار للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأنكم لن تندموا إذا جئتوا إلى البيت الأبيض وفي هذا السياق بيقول أنه تحدث عن المملكة العربية السعودية ودول أخرى وبيقول عن المملكة العربية السعودية هذه ليست إلا 500 أمير وأسرهم وأن قرار الولايات المتحدة ببيع أسلحة متقدمة للسعودية بداية من عام 1982 كان خطأا فادحا الموقف السلبي لجو بايدن لم يكن في الانتخابات الأخيرة قاسرا على جو بايدن ولكن كان بيشاركه فيه كل المرشحين الديمقراطيين اللي كانوا بيعتزموا الوصول إلى المرحلة النهائية في الانتخابات لمنافسة الرئيس ترامب في نوفمبر 2019 أثناء الحملة التمهيدية للحزب الديمقراطي علشان يستقروا على مرشح لمنافسة ترامب حاجم جو بايدن المملكة العربية السعودية وقال يجب أن تدفع ثمن مقتل جمال خاشقشي وقال هي دولة بيرايا وسوف أجعل منها دولة بيرايا أي دولة منبوذة وقال كلاما كثيرا سلبيا عن المملكة العربية السعودية لكن ولا واحد من المرشحين الآخرين اعترض على كلامه كلهم صمتوا مباركين ما قاله جو بايدن الموقف الغير ودود من المرشحين الديمقراطيين ومن عدد غير قليل أيضا من السياسيين الجمهوريين بيستند إلى قاعدة شعبية أمريكية لا تحب المملكة العربية السعودية لما بيحبهاش؟ السبب واضح السبب رقم واحد هو الاختلافات الثقافية الكبيرة جدا بين الغرب بصفة عامة وبين السعودية يعني أعطيكم مثال واحد لأن دي مسألة واضحة وضوح الشمس طبعا بديهي أن الموقف السلبي من الأمريكان للسعودية فيه موقف بيقابله على المستوى الشعبي للثقافة الأمريكية يعني ما هوش قصر على جانب واحد بس إحنا حديثنا النهاردة عن الولايات المتحدة يعني إحنا بديتكلم على بلدين صعب أن يجمعهما أي شيء بشكل عميق فيه اختلاف كبير جدا في الثقافات وفي القيم الولايات المتحدة بيجري الحديث فيها عن حق الناس في اختيار جنسهم يعني فيه طيار بيقول أنه كل طفل ولد أو بنت يترك لغاية سنه معين ثم يعطي الحرية هل يبقى على ما هو عليه ولا يتحول إلى الجنس الآخر في الوقت اللي المعركة اللي موجودة في السعودية هو عن حق المرأة في قيادة السيارات فإحنا بتتكلم على اختلاف كبير بين الثقافتين وبالتالي مش من الطبيع أن يكونوا حلفاء لكن التحالف كان سببه المصالح الكبيرة إلا على مستوى الحكومات لما سئل الدبلوماسي المشهور فرانك ويزنر عن أسباب الجفوة أو عدم المحبة اللي موجودة عند الأمريكان تجاه السعوديين على المستوى الشعبي قال كلام يعني مهم قال هي بلد يصعب أن تحبه It's not an easy country to like وقال أنه العقلية الأمريكية بتنفر من الطريقة التي تعامل بها النساء السعوديات ومن الطريقة التي يتم بها إعدام المجرمين في المملكة العربية السعودية ومن الطريقة التي يفرد بها الدين فردا على المقيمين في المملكة ويزنر ما كانش بيقول كلام بيعبر بيا عن وجهة نظر ده هو كان الحقيقة بيشرح ليه كل استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة بتعبر أو بتكشف عن عدم استحسان من الأمريكان تجاه السعودية على سبيل المثال في فبراير 2019 شركة جالوب المتخصصة في استطلاعات الرأي اكتشفت أنه 67% من الأمريكان له أراء unfavorable يعني غير إيجابية سلبية تجاه المملكة العربية السعودية في سبتمبر من نفس العام موقع انسايدر اللي بيجري أيضا استطلاعات رأيه كشف أنه 22% فقط من الأمريكان بيعتبروا المملكة العربية السعودية حليفة للولايات المتحدة 13% منهم في استطلاع آخر كان على استعداد لدعم تحرك عسكري أمريكي لدعم السعودية حين هاجمتها إيران في سبتمبر 2019 طبعا الهجوم الإيراني إيران بتقول أنا لم أهاجمها بس هذه قصة أخرى السعودية بتقول من هاجمني إيران والولايات المتحدة بتقول من هاجم السعودية في سبتمبر 2019 هي إيران القصة مش بس خلاف ثقافي ما بين الولايات المتحدة والسعودية ولكن أيضا هناك أحداث فارقة جعلت سورة السعودية سورة سلبية في داخل الولايات المتحدة بصفة خاصة وداخل الغرب بصفة عامة أولها طبعا حادثة قطع البترول عن أو حذر البترول وقطع عن الغرب تضامنا مع مصر وسوريا في حربهما على إسرائيل سنة 73 ثم أحداث 11 سبتمبر التي شارك فيها 15 سعودة من أصل 19 شخصا هاجموا الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2001 طيب إحنا قدامنا سؤالين مهمين هل دي يعني هذا هو الموقف بايدن؟ هذا هو أسبابه؟ السؤال الأهم هل معنى كده أن بالضرورة إذا بايدن مع بداية بايدن لرئاسته أنه يتخذ سياسات عدوانية يعني يترجم نواياه السيئة إلى سياسات عدوانية تجاه المملكة العربية السعودية الحقيقة الإجابة لا ليس بالضرورة ليه مش بالضرورة؟ لأن التاريخ بيعلمنا أنه كثير من المرشحين للرئاسة الأمريكية يقولون شيئاً وحين يصلون إلى البيت الأبيض وتحت ضغوط الأولويات والمصالح يغيرون من آرائهم إحنا نبدأتكلم على السعودية تعالوا ناخد أمثال عن السعودية الرئيس الحالي الذي لم تنتهي ولاياته بعد ترامب واللي متهم من قبل خصومه بأنه ذهب إلى أبعد مدى في الدفاع السعودية والتغطية عليها ودعمها كان بيهاجم السعودية سنة 2016 أثناء الحملة الانتخابية وقال هذا بلد يريد استعباد النساء ويريد قتل المثليين الجنسيين وده شيء يعني سيء في الثقافة الأمريكية الرئيس الذي سبقه هو أوباما اللي كان نائبه بايدن انتقدوا السعودية على أكثر من صعيد ووصف السعودية ودول الخليج الأخرى بأنه هم فري رايدرز يعني عاوزين يعصلوا على حماية أمريكية دون أن يدفعوا أي مقابل وقال كلام كتير سلبي عن الوضع السيء للشباب والبطالة وملفع حقوق الإنسان في السعودية وغيرها من الدول العربية ومع ذلك هذه الأراء السلبية لم تمنع أوباما من أنه يبيع أسلحة للسعودية قدرها ستين مليار دولار أمريكي عشرات المليارات جورج بوش الإبن اللي شاهدت فترة رأسته أحداث 11 سبتمبر لم تكن أحداث 11 سبتمبر على بشيعتها وخطورتها كافية إن هي تهدد المصالح السعودية الأمريكية ده السبب الأولاني السبب الثاني إنه الاعتبار الأساسي اللي بيحكم كثير من السياسيين لما بيوصلوا للسلطة بتكون الظروف اللي بيتخذوا فيها القرارات في رئيس وزراء بريطانيا مشهور اسمه هارلد ماك ميلن ده حكم بريطانيا في الفترة يعني من منتصف الخمسينات وحتى سنة 1963 لما سألوا أحد الصحفيين عن أهم عامل يمكن أن يغير أولوياته في الحكم أو يغير أولويات حكومته يعني قال له كلمة أصبحت شهيرة جدا يعني في السياسة هذه الكلمة هي events my dear boy events إنها الأحداث يا بني إنها الأحداث يعني إيه؟ يعني السياسي بييجي بقناعات وبأولويات لكن الأحداث والظروف والمتغيرات يمكن أن تقلب كل شيء رأس على عقب وتجعل من الخصوم أصدقاء وتجعل من الأصدقاء أعداء وليس هناك أوضح من مثال 11 سبتمبر سنة 2001 الرئيس جورجو بوشي الإبن كانت عنده سياسات وخطط مختلفة تماما لفترة رئاسته الأولى ولكن ضربت الولايات المتحدة وبالتالي تغيرت كل الأجندة الخارجية والداخلية في الولايات المتحدة لسنوات قادمة السعودية نفسها ودي واقعة يعني يعلمها أي متابع جيد لتاريخ العلاقة بين البلدين الولايات المتحدة والسعودية في نوفمبر سنة 1973 وفي أوج المقاطعة الخليجية لدول الغرب بقطع البطرول عنهم وكانت حالة الغضب عنيفة جدا تجاه دول الخليج الوثائق بتكشف ونحطت لحضرتكم روابط هذه الوثائق اللي أصبحت متاحة فيما بعد بتكشف أنه مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر وقتها للرئيس نيكسن فكر في غزو أمريكي للسعودية ولبعض دول الخليج لتأمين احتياجاتهم من النفط وقال نصا كده وهو غاضب جدا في أحد الاجتماعات ليس من المعقول أن دول العالم الحر تكون رهينة للتمن مليون سفج أو همجي في إشارة أو في شتيمة أو في تطاول على دول الخليج ومنها السعودية لكن نفس هذا الشخص الذي كان يعني يعد ويتوعد بعدها بعدة شهور قليلة وتحديدا في مارس سنة 1974 وقبل أن تنهي دول الخليج مقاطعتها للغرب كان بيجلس بمنتهى الأدب أمام الملك فيصل رحمه الله وبقوله يا جلالة الملك لقد جئنا اليوم وهدفنا أن احنا ندعم العمل مع جلالاتكم لتمتين صداقتنا على المدى البعيد لأنه الدنيا تغيرت الظروف تغيرت حاجة الولايات المتحدة اللي كانت في أشد الحاجة وقتها للمملكة خلاه يغير خلاصنا ويصرف النظر عن ما مضى ده بالسؤال الثاني أن هذا هو الموقف الأمريكي اللي السعودية قاعدة بتترقبه أي طريق سوف يختاره السيد جو بايدن لكن كمان السعودية من جانبها دولة مهمة وقادرة أن هي أيضا عندها أوراق ضغط تستطيع أن تتعامل بها مع الولايات المتحدة عندها أوراق ضغط وعندها أوراق قادرة أنها تلطف بها الأجواء الأمريكية الواضح في الأسابيع والشهور الماضية أن السعودية اختارت ما هو منطقي أنها تبدأ بأوراق تلطيف الأجواء أولا قبل أن تلجأ إلى أوراق المواجهة إن اضطرت إليها أي أوراق تلطيف الأجواء؟ شوفوا بقى كثير من السياسات السعودية في الأسابيع والشهور الماضية تجدوها كلها بتأتي في هذا السياق خد أديكم ثلاث أمثلة علشان الوقت يعني لا يطول موقف المملكة العربية السعودية من كل الاتفاقات الإبراهيمية يعني أو ما يسمي بالاتفاقات الإبراهيمية ليه اتفاقات السلام مع إسرائيل صحيح أن السعودية لم توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وصحيح أن الموقف الرسمي للسعودية أنها ملتزمة بالمبادرة العربية سنة 2002 أي لا سلام مع إسرائيل حتى إعادة كل الحقوق الفلسطينية إليهم لكن الواقع على الأرض بيقول أن السعودية باركت كل الأطراف التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل ولم تأخذ أي موقف سلبي منهم والإعلام السعودي يبارك هذه الاتفاقات ويدافع عنها أكيد هذا بعلم وبمباركة الحكومة وهناك من يعتقد أن السعودية لم توقع اتفاقا إبراهيميا مع إسرائيل لأنها تحتفظ بهذه الورقة كوسيلة للتفاوض مع إدارة بايدن إن ساءت العلاقة بينهما لأن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل مسألة مهمة جدا لإسرائيل ومهمة جدا للولايات المتحدة هذا تخمين لكن الذي ليس تخمينا هو مباركة أو على الأقل عدم مبانعة السعودية في أن يعقد جيرانها وشركاؤها أو أصدقاؤها اتفاقات مع إسرائيل الأمر الذي يحسن علاقة السعودية سرا ووراء الكواليس مع إسرائيل وبالتالي ده بينعكس إيجابيا على علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمر الثاني المصالحة مع قطر أنا بقول لحضراتكم من يناير 2020 المملكة العربية السعودية ترغب لأسباب كثيرة في إتمام مصالحة مع قطر وإنهاء القطيعة ودي قصة تكلمنا عنها بشكل كامل ومفصل في فيديو وأنا حاطت لحضراتكم رابط هذا الفيديو لكن أحد الأسباب التي عجلت بهذه المصالحة هو سعود بايدن هي بتستعد لرئيس ربما يسعى إلى عقد اتفاق نوبي جديد مع إيران الأمر الذي يترك الساحة لإيران علشان تبقى عندها مساحة حرية أكبر في منطقة الخليج والعالم العربي وهي بتستعد لهذه الخطوة المحتملة بأن هي تدعم كل الصفوف وتدعم الموقف العربي في مواجهة إيران متحررة من العقوبات الأمريكية وفي مواجهة ولايات المتحدة متعاطفة مع إيران بديه أنها تسعى لمصالحة علشان تدخل معهم قطر ويبقى الدول الخليج والعالم العربي كله على قلب رجل واحد إن أمكن في مواجهة إيران وفي مواجهة سياسات بايدن الداعمة لإيران أو المتعاطفة معها مش بس هو ده السبب الوحيد كمان عاوزة هي تقطع الطريق على بلد زي قطر عنده مليارات الدولارات يمكن أن يخصصها لتشويه صورة الرياض في العالم الغربي وفي الولايات المتحدة حرص المملكة على إتمام المصالحة في هذا التوقيت رغم تحفظات الدول الثلاثة الأخرى البحرين والإمارات ومصر على سياسات قطر بينقل المملكة العربية السعودية من أحد أطراف النزاع إلى أحد الوساطاء في حل النزاع وبالتالي بيعزز أيضاً صورة المملكة كصانع للسلام في المنطقة عندك حاجة تلتة وأخيرة هي فكرة قرار المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير بخفض إنتاجها من النفط يعني ماذا يعني هذا القرار وذكركم أنه دول المنتجة للنفط عندها مشكلة وهو انخفاض الطلب على النفط بسبب استمرار جائحة كورونا الموقف ده جديد؟ لا ده كان موجود أيضاً العام الماضي في فبراير ومارس 2020 لكن وقتها كان موقف السعودية مختلف كانت بتحاول تقنع كل الدول أوبيك بلس يعني أوبيك بلس روسيا أنه هم يخفضوا الإنتاج وأن الدول كلها تشارك في تخفض الإنتاج مش السعودية بس اللي تخفض ولما يخفضوا الإنتاج يقدروا يحفظوا على أسعار النفط عند حدود مقبولة روسيا كان عندها موقف آخر خلاصته يجب أن نزيد الإنتاج لأنه إذا خفضنا الإنتاج هتتوسع الدول النفط الصخري الأمريكية وسوف تستحوذ على الأسواق التي سوف نخرج منها اختلفوا فقررت السعودية يشن حرب أسعار عقاباً لروسيا تشن الحرب إزاي؟ بأنها تزود الإنتاج بشدة ولما تزود الإنتاج تنخفض الأسعار فتعاقب روسيا وأيضاً تعاقب الشركات الأمريكية الأمر الذي أغضب الجميع قارن هذا الموقف السعودي في 2020 بالموقف السعودي في يناير 2021 السعودية في اجتماع أوبيك بلس 5 يناير الماضي قررت أن هي بشكل طوعي ومنفرد تخفض مليون برميل يومي من إنتاجها ولا تجبر الدول الأخرى على خفض إنتاجها بل تدعوهم للحفاظ على حصصهم كما هي وتوافق للسعودية الآسف لروسيا ولكزاخستان الراغبتين في أن هما يزيد إنتاجهم في زيادة إنتاجهم يعني الأمر معناه كان باختصار أن السعودية أرضت الجميع أرضت الروس أرضت كزاخستان أرضت باقي دول يعني أوبيك والأهم أنها أرضت الولايات المتحدة لأنها لم تطف ضغطا جديدا على شركات النفط السخرية الأمريكية الأمر اللي وصفه من دوب روسيا في أوبيك بلس بأن ما فعلته السعودية كان هدية عظيمة لصناعة النفط وعب الرجل مستثمر مهم أحد رؤساء الشركات اللي بيتابعوا سوق النفط وقال لما حد بيقول أن ما فعلته السعودية كأنها يعطي في تعبير بالانجليزي كده أنه أعطت الصناعة وسادة مريحة يعني ريحت الصناعة والعاملين فيها لهم السعودية لم تمنح الصناعة النفط والعاملين فيها وسادة تبلحتهم وسادة ومنحتهم أغطية ومنحتهم بطاطين ومنحتهم الفراش الذي سوف ينبون عليه الخلاصة أن السعودية ترغب في إرضاء الجميع وترطيف الأجواء مع الولايات المتحدة ومع كل دول العالم ده يعني إيه باختصار؟ يعني أن السعودية بتسعى لترسيق صورة جديدة بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بالمملكة منذ 2015 اللي هي تولي الملك سلمان الحق وتولي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في وقت لاحق وزير للدفاع ثم ولي للعهد الفترة دي ارتبطت بسياسة مواجهة مع كل الأطراف خذ عندك مثلا على سبيل المثال شن الحرب على اليمن مواجهة دبلوماسية عنيفة مع كندا احتجاز الحريري اللي دول غربية اعتبرته أنه واقعة نادرة لاحتجاز رئيس وزراء دولة مستقلة لدى الرياض الأمر الذي طبعا بتنكره الرياض خذ عندك على سبيل المثال إغراق الأسواق بالنفط في يناير 2020 خذ عندك الحملات الداخلية التي طالت أمراء ومستثمرين ملء السمع والبصر في العالم كل دي سياسات أعطت انطباعا أن ولي العهد السياسي يفضل السياسات الخشنة والمواجهة وبالتالي في إطار تلطيف الأجواء مع الولايات المتحدة هناك تغيير كبير في الدبلوماسية السعودية بدأ منذ أكثر من عام واستمر بصورة أوضح في الأسابيع والشهور القليلة الماضية هل هذه السياسات كافية لتلطيف الأجواء بين الإدارة الأمريكية الجديدة والمملكة العربية السعودية أم أن الخلافات سوف تستمر في ملفات مهمة وكثيرة لننتظر ونرى ومعها إن شاء الله يكون لنا حلقات أخرى عن علاقة هذين البلدين المهمين وتأثير هذه العلاقة على كثير من الملفات الإقليمية والدولية أشكركم وإلى اللقاء